لقاءنا مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاد الفقه المقارن بجماعة الأزهر منور بكم وجزاكم الله عنا خيرا ربنا يخليك لنا مولانا نسألك بقى احنا قررنا نستن سنة تبقى لطيفة ان احنا عاملين تقرير في الشارع نسأل فيه الناس عايزين تسألوا مولانا الدكتور أحمد كريمة على ايه فالناس طرحت الاسئلة نشوف قالوا ايه ونرجع على فرق تلبي هاي بسألوا في تربية الحيوانات في البيت حلال ولا حرام قطط كلاب ليه لواش ما حرام ليه بسأل بس لما منعتف على الحيوانات زي ما بنعتف على البنادمين بالنسبة للفوائد اللي بترتبع في البنوك دي هل هي حلال ولا حرام الصلاة بتاعت الرمضان بيقولوا واحد وعشرين رقعة وفي ناس بتقول حداشر فاحنا عاوزين نعرف الصحة فين ما احنا دا يقول كلمة ودا يقول كلمة فاحنا عاوزين نعرف الصحة فين مش أكثر ولا قلب أولادي مربين قطط وبنتي التانية مربية كلب صغير هل الكلب دا حرام ولا حلال في البيت أنا كنت عايزة أسأل الشيخ على كلية جرشين حطت جرشين في البنك ودو أخط فوائطهم ينفع أعمل بهم لله ولا ما ينفعش بس عايزة أعرف ينفع أعمل بهم الخير ولا حرام إلا نعمل بهم الخير في الصلاة لما أقول مصطلنا راكعة هل لازم لما أقول مساء الآية هل لازم الآية الأولى مع الراكعة الأولى ولا لأ علشان هما كانوا بيقولوا الحوار دا أن لازم الآيات بقى متفتبة لو أنت جيتوا عليها هي بس هذا أحب أسألهم عن الحاجات اللي بعملها الشباب الأيام ديات ومش عارف زكاة هي حرام ولا حلال زي لما يجي لعبوا على المشاريب يلعبوا على اليشيل الوشم والحاجات ديات يعني أغلبية التصرفات اللي بعملها الشباب الأيام ديات أنا بشكوا فيها أنها حرام الزكاة تجوز للأقربون ولا لل لو أنا شايف حد مثلا مش قريب بس يعني محتاج أكتر يعني السواب أكتر في إين في الأقربون ولا اللي محتاج أكتر زي الأسود في حالة الوفاية هل عادات التقاليد عندنا كأرياف بتقعد شهر مثلا اللي بس سواده شهر هل ده كده احنا بنشيل في حرمانية ولا لأ بسأل الشيخ عن أصحاب الكاف الكلب اللي كان معاهم ما دخلش ليه معاهم يعني مثلا أنه هو بالنسبة ليه كان معاهم كلب تمام الكلب ده كان وقفوا الدام الدام اللي الكاف ما دخلش ليه معاهم إنسان اللي بيعمل أضحية هو ما بيصليش هل يجوز لها الأضحية أم لا فاستقلوا برضو في ناس بيطلع زكاة وما بيصليش ما حكم الدين في هذا الانسان اللي هو بيعمل كده أهل الأعراف اللي هي بتكلم في يوم القيامة يوم القيامة إن شاء الله من هم أهل الأعراف بالزبط وما دي دخولهم من الجنة أو النوم كنت عام بسأل الشيخ هل الكروت دي حرامة ولا حلالة ولو فيه تفسير للكلام دوت نعرف يعني اللي ينفعله اللي ما ينفعلوش يا أخينا كل يوم بكتشف أن أنا أسير لهجة المصري بحيب بسمع كلام بتاعنا المصري كلمة دوت بتاعة المصري بش حد غيرنا بيقول دوت دي المهم خلينا أغادلت رحيب مرة تانية مولانا دكتور كريم بارك الله شفت بقى مولانا كم من الأسئلة أغرب سؤال أنا سمعته مسألة الرجل شغل دماغه ده قاله هو الكلب بتاع أهل الكهف والرقيم ليه ما دخلش جوه ونمع الكهف بره بسم الله الرحمن الرحيم أولا هو فعلا سؤال طيب معلوم أن الكلب الذي اتبعهم كان مهمته الحراسة فبطبيعة الحال أنه هو هيدخل معهم ليه لأن عادة كلب الحراسة أن يكون على الباب حلو جد وأيضا ده يدلك على أن الكلب أصلا ليس نجسا وهذا ما قال به الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه لأن عنده قاعدة قوله حي طاهر حلو والنجاسة على فكرة ليست أصلية عارضة يعني الأصل في الأشياء الإباحة الأصل فيما خلق الله الطهارة يعني ما تسألني مثلا حكم هذا الكوب البلاستيك من غير ما فكر أقولك طاهر إنما النجاسة شيء عارض يعني نفرد نوع التسخ ولذلك العلماء قالوا مثلا في الأشياء الجاملة دي تطهر بالمسح المهم فأعجبني رأيي وقول الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه أرضى بأن الكلب طاهر العين يعني الذات وأيضا هذا مذكور في صورة المائدة في كلاب الحراسة والصيد ومما علمتم من الجوارح مكلبين لكن في بعض التراث الموروث تطخيم مسألة عفواً الكلب أولا الكلب خلقي من خلق الله عز وجل والله لن يخلق أشياء نجس طبعاً إنسان مربي كلاب عننا إحنا في الريف والصعيد والدلتا وكذا ما هالكلاب بتعيش في البيوت وبتمشي مع الحيوانات وتتسكع في الطرقات ولما بتجد صاحبها لخلق الوفاء فيها الفطري أو الغريزي بتلتصق بالإنسان يعني الإجابة الواضحة على أسئلة عدد كبير من الشبان ويمكن فيه أب قال طبعاً بنتي مرباكل لا بأس إنه ما فيش أي مشكلة لا بأس بس هو إحنا نمنصح إنه هما يتصلوا بالطب البطري للتطعيم يكشف عليهم اه اتقاء للأمراض يعني تدابير وقائية اعترازية وحتى من باب الرحمة لأنه مخلوق من مخلوقات رب العزة فيطلبون والهاديس معروف بينما رجل يسير في الصحراء اشتد به العطش فنزل إلى بئر فشرباء فحمض الله ثم صعد فأبصر كلباً يلهثه من شدة العطش فأخذته الرأف به فملأ خفيه بالماء لأنه ما كان عنده دلوة أو كوب أو كاسة أو شيء من هذا الخبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله إلى صنيع هذا الرجل فشكر له فغافر له فأدخله الجنة بسبب ثقاياته لكلب حديث أوضح من هذا وده يتفق حضرتك رأيي ملكية في طهارة عين الكلب يعني ذاته مع الرفق بالحيوان لأن احنا لا نريد أن نأخذ موقف عدائي ده حتى الإمام ملك توسع قال إن الخنزير نفسه طبعاً احنا لا نأكل لحم الخنزير ولا لحم الكلاب إنما قال إن الخنزير كحيوان أو ككائن حي طاهر إحنا سنحن نلاقي كل لحمه عشان ربنا حرموا عننا في القرآن اللي تحرم علينا نصاً في القرآن الكريم أكل لحم ومع ذلك الخنزير كالكلب طاهر الذات أو الجسد أو الجسم وبكرر لأن الله لم يخلق شيئاً نجساً حلو الكلام طيب بعض الشبان سألوا على مسألة الوشم تاتو حلال حرام لا هو حضرتك طبعاً في حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوشمة والمستوشمة فقالوا إن ده في علا الكثيرة منها تغيير لخلق الله عز وجل يعني ربنا خلق جلد الإنسان وخلق الله الإنسان على الصورة اللي حضرتك عليها قال الله في صورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فده منت في أحسن تقويم لين غير بقى جلدنا ونرسم عليه أشكال معينة ما هو زي ستة لا بس أنت حطت مكياج ولا ميكرو لا المكياج مؤقت يعني ممكن يزال ما هو ده أصبح بيزال دلوقتي بالليزر طيب بس ليه بقى نعرض الجلد لمتاعب ومصاعب فهو هو يعني أقل ما يقال فيه مكروه أقل ما يقال فيه أنه مكروه إنما لا ينال من عقيدة ولا من شريعة حلوة كلام جدا 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 طيب بالتأكيد مونانا سمع الكلام بتاع البيت اللي يدخلوا كلب ما تخشوش الملائكة ولا تجوز فيه الصلاة ده خبر أحد يا سيدنا من باب التنفير والوعيد حتى أن المسلمين لا يركنون إلى الدعاء وإلى ترك العمل والجدية والإنتاج إنما الملائكة ما يا سيدنا أنت عندك ملكان لا يفارقانك اللي هم بيكتبون الحسنات والعياذ بالله السيئات إزاي يعني حضرتك وبعدنا إذا بقولك ليه إحنا ناخد موقف سلبي من الكلب إيه زنب الكلب ولا حال بس مخلوق مخلوقات ربنا مخلوق لطيف وظريف وحبوب وصديق للإنسان وافي جدا جدا يعني طيب يمكن في السريعة قبل ما نروح لسؤال مهمة بقى فيه شاب من شبان كان بيسأل في الصلاة على مسألة الآيات هل في الركعة الأولى لو أنا قرىت سورة لازم في الركعة الثانية أقرى سورة تليها في ترتيب المصحف أو تليها فيه ترتيب النزول ولا عادي والنزول مش هيعرف هو في ترتيب المصحف الشريف ده من باب المسنونات يعني مثلا هو قرأ في الركعة الأولى مثلا بعد الفاتحة سورة الضحة فيسن أن يقرأ ما بعد الضحة يعني مثلا يقرأ سورة ألم نشرح سورة والتين والزيتون وهكذا نفرض انه نكس هيبقى مكروه بس لكن لا يبطل الصلاة عظيم جدا يعني لو قرأ التين وبعدين قرأ بعدها الضحى يبقى هنا حضرتك الصلاة مكروهة بس انما صحيح طب قولي مكروهة يعني مش قولي مكروهة مش ده كله كلام ربنا سبحانه وتعالى لا عشان توقيف توقيف عن الرسول عليه السلام وما آتاكم الرسول فخدوا ومنهاكم عنه فانته طب وقال نهى الرسول عن ذلك اه نعم عن تنكس القراءة بس قلت لك انه هنا يحمل على القراءة وليس التحريم